في إطار اهتمام الدولة بوضع مصر على خارطة السياحة العلاجية عقدت وزارة السياحة والصحة مؤتمرا صحفيا بحضور السفير الروماني بالقاهرة لإبراز أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر نظرا لما تمتلكه من مقاومات وإمكانيات كبيرة في هذا المجال وخلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين أحدى الشركات الرومانية المتخصصة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية وأحد الفنادق الكبرى بمصر وأكد إحنا قدنا 15 وزارة بيشتغلوا مع بعض علشان نعمل منظومة السياحة الصحية علاجية واستشفائية ودي حاجة كويسة جدا ودي في سياسة الدولة دلوقتي إليها أولوية وهو السياحة الاستشفائية والعلاجية اللي هي الصحية لأن ده غير أنه هو هيحطنا في المكان اللي هو المفروض أن نحن موجودين فيها اللي هو أعلى ثلاثة أو خمس دول بتقدم هذا النوع من الخدمة وتاني حاجة مصدر دخل قومي لابد من أن نركز عليه من خلال هذا المؤتمر نؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا والتي امتدت على مدار السنين فنحن هنا اليوم لعرض نموذج ناجح لإحدى الشركات الرومانية الرائدة في مجال السياحة العلاجية ومن خلال هذا التعاون والإمكانيات الموجودة لدى مصر سنستطيع أن نقدم مثالا ناجحا ورائدا لقد قررنا أن نبدأ من مصر نظرا للعلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين ونظرا لموقع مصر الجغرافي فهي فرصة عظيمة لنا أن نتواجد بين المصريين من خلال ما نقدمه في هذا القطاع الحيوي فمصر بلد سياحي تتمتع بمقاومات رائعة